يشكل الدربي بين المولودية الشعبية الجزائرية واتحاد الجزائر إحدى أهم المباريات لدى عشاق كرة القدم نظرا للتاريخ الطويل للناديين منذ المشاركة في النضال الوطني من أجل الاستقلال وحتى المباراة الرقم 100 التي جمعتهما أخيرا وبدأ الصراع بين الناديين منذ إنشاء الاتحاد الرياضي الإسلامي لمدينة الجزائر في العام 1937 أي 16 سنة بعد إنشاء مولودية الجزائر في العام 1921 المولودية هو عميد الأندية الجزائرية المولودية هو الذي ساعد على إنشاء اتحاد الجزائر ووضع أنظمته على سبيل المثال المولودية هو الذي قدم أيضا التجهيزات لنادي شبيبة القبائل في بداياته ومن الصعب التفريق بين مناصرين ناديين فهم إما جيران وإما من أسرة واحدة لكن أنصار المولودية منتشرون في كل أرجاء البلاد اعتاد ابني الذهاب إلى منزل عائلة زوجتي عندما كان صغيرا وبما أنهم يشجعون مولودية أصبح هو كذلك اضطررت إلى منعه من الذهاب إلى هناك واستحابه إلى الملعب مرارا إذ أوشك أن يصبح من مشجعي مولودية ولد الدوربي خلال الفترة الاستعمارية في الموسم الرياضي 1940-1941 عندما كانت كرة القدم محتكرة من أقلية من الجزائريين وبالنسبة إلى الفريقين يعتبر الدوربي مقابلة الموسم ولا يجوز الانهزام فيه إنه الدوربي الأفضل في الجزائر الجميع ينتظر هذه المباراة إنها بالنسبة لنا الدوربي الأفضل في أفريقيا ويتجل التنافس في الإعلام أيضا فبينما يقول أنصار المولودية إنهم اختاروا اللونين الأخطر والأحمر لوني الحركة الوطنية التي كانت تناضر من أجل الاستقلال يرد أنصار الاتحاد أن لونهم الأحمر يرمز إلى دم الجزائريين ضحايا الاستعمار وأنهم أضافوا اللون الأسود بعد حوادث العام 1945 التي قتل فيها آلاف الجزائريين على يد الجيش الفرنسي ترجمة نانسي قنقر